موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت تناول هذا النوع من الكربوهيدرات لن يزيد وزنك كشفت دراسة طبية حديثة أن نوعا معينا من الكربوهيدرات يسمى النشاء المقاوم قد يكون وسيلة فعالة للسيطرة على الوزن وفي التفاصيل تقول الدراسة أن هذا النوع يقاوم الهضم ولا يمتصه الجسم بسرعة على عكس الكربوهيدرات الموجودة في الخبز الأبيض والكعك صحيفة البيان الإماراتية عنوانت لماذا يجب على كبار السن الاكثار من تناول الشوكولاتة أفادت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الكاكاو أو أحد منتجاته وهي الشوكولاتة بشكل منتظم يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي ويقوي الذاكرة خاصة لدى كبار السن وأوضح الباحثون أن الشوكولاتة غنية بمركبات الفلافانول وهي فئة من المركبات الطبيعية المعروفة بفوائدها للأعصاب صحيفة القبس الكويتية عنوانت دراسة مكملات فيتامين دال تعالج أثار حروق الشمس أفاتت دراسة أمريكية حديثة بأن تناول جرعات كبيرة من فيتامين دال يمكن أن يساعد في علاج أثار حروق الشمس على الجلد ويحد من الالتهابات والإحمرار الناجم عنها وقال فريق البحث أن فيتامين دال يساعد أيضا على تعزيز الحواجز الواقية في الجلد عن طريق الحد من الالتهاب بصورة سريعة صحيفة الغد الأردنية عنوانت الأغذية البنفسجية سر الصحة والشباب أفادت مجلة إلي الألمانية أن الأغذية البنفسجية مثل التوت الأزرق والكرنب البنفسجي تعد سر الصحة والشباب حيث تعد غنية بالعناصر المغدية وتزخر بمضادات الأكسادة التي تحارب الشيخوخة إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت دراسة اختبار الملاريا الحالي مفيد لتنبؤ بمخاطر فقر الدم قال باحثون إنه يمكن استخدام مجموعة اختبارات الملاريا الحالية لتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بفقر الدم بعد تلقي المرضى للعلاجات المعيارية ولجأ الباحثون في دراستهم لاستخدام اختبار التنبؤ من الأنيميا وانحلال الدم المتأخر بين مرضى الملاريا ومدى نجاحها